اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام اشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حافظه الله بالجهود المخلصة التي تقوم بها السلطة التشريعية في القيام بمسؤوليتها وواجباتها الدستورية وحرصها على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي من منطلق التزامها الدستوري الاصيل في خدمة الوطن والمواطنين وتعزيز مفاهيم الديمقراطية النابعة من ثقافتنا وقيمنا الوطنية العريقة جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الاسخير معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريحي الرابع أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على دورهما ومساهماتهما المستمرة في خدمة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن قضايا الوطن والتوافق بين الجميع من خلال التشاور والتنسيق المثمر وتبني قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير القوانين والتشريعات التي تؤكد على أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات مؤكدا جلالته حفظه الله أهمية مواصلة العمل لمزيد من التعاون المثمر والبناء بين السلطات لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والرخى لما فيه خير البحرين وشعبها وأثناء جلالته على ما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مقترحات وأفكار بناءة لتطوير الأداء وتعزيز العملية الديمقراطية لمواصلة مسيرة الوطن المباركة وأكد صاحب الجلالة أن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها التنموية الرائدة من أجل رفاه وخير أبنائها والأجيال القادمة كما ستواصل نهجها للحفاظ على ثوابتها وركائزها القائمة وصون الحريات واحترام كل الأديان والثقافات وستبقى وطن الوسطية والاعتدال المنفتح على العالم بجميع ثقافاته وأديانه ومعتقداته كما جرى خلال اللقاء التطرق إلى القضايا التي تهم الشأن الوطني وسب الارتقاء بالعمل المؤسسي وتطيره وصولا إلى الأهداف والتطلعات المنشودة منويها العاهل المفدة بأهمية تضافر جهود الجميع لمواجهة متطلبات هذه المرحلة وما تفرضه من تحديات في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف أمنية واقتصادية دقيقة معربا جلالته عن تمنياته للجميع بكل التوفيق في تحمل هذه المسؤوليات الوطنية خدمة للوطن والمواطن وقد أعرب مجلس الشورى في رده على الخطاب الملكي السامي عن عميق شكره وامتنانه لإشادة جلالة الملك المفدة بدور السلطة التشريعية واعتبر المجلس بأن تشديد جلالة الملك المفدة على قيم التسامح والتعايش هو اختيار لنهج يجعل الإنسان محور أي مشروع ومنتهى أي تنمية في فضاء البحرين الروحي والثقافي والتاريخي وأشار رد المجلس إلى أن ما يشهده العالم في المرحلة الغاهنة من وضع اقتصادي استثنائي يتطلب مننا جميعا أن نجد حلولا سريعة ومستدامة للحفاظ على مكتسباتنا الاقتصادية وأشهد المجلس بما تفضل به جلالة الملك المفدة من إشادة بالأياد والكفاءات البحرينية التي ساهمت في جميع مجالات البناء الوطني وخاصة في المحافل الرياضية الدولية التي رفع فيها اسم البحرين عاليا وأكد المجلس دعمه لما تفضل به جلالة الملك من تغدير لعطاء المرأة البحرينية ورعاية جلالته لها للحفاظ على تكافؤ حضورها واستدامة عطائها مؤكدا المجلس تغديره لإنجازات المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها مهنين سموها والمرأة البحرينية بمرور 15 عاما مذ تأسيسكم للمجلس من جانبه أكد مجلس النواب في رده على الخطاب الملكي السامي على ما جاء به من مطامين غاياتها رفعة الوطن واستقراره وازدهاره وعلى أهمية التوجيهات الملكية السامية بشأن ترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية ونذي الفرقة والطائفية والتطرف والإرهاب بكل أشكاله ومعراسة النواب الدور التشريعي والاهتمام اللازم للتشريعات التي تساهم في تشفيف منابع الإرهاب وتعزيز دور مملكة البحرين في مكافحته كونها عضوا فاعلا في كافة التحالفات الدولية الرامية للقضاء على الإرهاب كما جاء في رد مجلس النواب أن إطراء جلالة الملك المفردة على الدور الذي يطلع به مجلساء الشورى والنواب ليعد حافزا قويا لجميع أعضاء السلطة التشريعية لمواصلة العمل والإنجاز وتعزيز المبادرات الإيجابية في الرد على الادعاءة المقرضة ومواجهة التدخلات غير المشروعة وتفنيد المغالطات المتكررة والمتعمدة ضد مملكة البحرين موسيقى 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 وبهذه المناسبة تقدم معالي السيد أحمد الملا رئيس مجلس النواب برفع اسماءات التهاني وعظيم الامتنان على تشرف جلالة الملك المفدى باستقبال أعضاء السلطة التشريعية الذين رفعوا لجلالته رد مجلسي النواب والشورى على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع وتمن رئيس مجلس النواب الرعاية الكبيرة التي يليها جلالته لدعم مسيرة السلطة التشريعية وتوجهات جلالته المستمرة التي تؤكد إشراك السلطة التشريعية في كافة القرارات التي تهم صالح الوطن والمواطنين وبما يحقق تعزيز مبدأ التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مشيرا إلى أن توجهات جلالته الأخيرة بالتوافق بين السلطتين عند بحث الميزانية العامة للدولة ومراعاة مصلحة المواطن خاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود هي خير دليلا على حرص جلالته في دعم المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة اشتركوا في القناة